وقال أيضا رحمه الله وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائدة خالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك بين أمره للناس ليتقوا ظلاله وليعلموا حاله وهذا كله انتبهوا هذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان ما أولي أنه يبغضه بذاته يريد أن يسقطه لا هو نصيحة وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص هو يتكلم على أنه مظهر للنصح يريد السنة والله يعلم من قلبه أنه يريد كسر هذا الشخص بعينه لأنه عدوه أو لأنه منافس على الإدارة فيريد أن يبعده حتى يصبح هو المدير فإن هذا الحرام ما يجلس وذلك فما يقول العلماء قد يتكلم في الرجل الواحد رجلان أحدهما يؤجر والآخر يؤزر بحسب النية فمن تكلم في الرجل من أهل البدع على وجه النصيحة للمسلمين والابتغاء وجه الله ولإقامة الدين فإنه يؤجر ومن تكلم في نفس الرجل على غير وجه النصيحة وليس لابتغاء وجه الله فإنه يؤزر وينال الوزر فهذه قضية مهمة وينال ترجمة نانسي قنقر